خلينا دكتور نتكلم على كبار السن حضرتك قلت ان الرباط الصليبي احنا مش بنعمل عملية او مش بنكون في حاجة لعملية في كبار السن لكن حرارك وانت بتتكلم قلت بيكون عندها اكتر شك ان يكون فيه رباط صليبي لان هششة العظام هل كده معنى ان الرباط الصليبي او هششة العظام بتكون موجودة في السيدات اكتر من الرجال لا لا هو هو الرباط الصليبي ليه بقول عندها لانه الخشونة مشكلة الخشونة بتيجي اكتر عند السيدات من عند الرجال وطبيعي مع السن بيحصل تأكل في الرباط الصليبي فلو واحدة بتشتكي من وجعة في ركبتها وهي عندها خشونة في ركبتها بسيطة جدا 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 بدل ما تعمل أشعة عادية راح تعملت أشعة رانين فطلع عندها قطع في الرباط الصليبي فعشان كده بنشوفه في السيدات أكتر اللي هم وأنا بقول لهم في العيادة يا جماعة أرجوكوا انسوا الرانين وانسوا قطع الرباط الصليبي خالص حضرتك شأنك شأن بقية السيدات اللي في الفئة العمرية دي عندك خشونة في ركبتك ولا يعنينا الرباط الصليبي في شيء بل بالعكس جريمة أن احنا نعمل منظار أو أن احنا نعمل إعادة بناء رباط صليبي لمريض أو مريضة عندها خشونة طب فيه إيه دكتور أعراض تاني غير أن أنا رجلي ممكن تفلت مني أو تخلني أو يحصل شوية تورم يعني ممكن يكون فيه أعراض إيه تاني تقولي أن أنا عندي رباط صليبي أوقات الرجبة بتعلق بالإنجلش اسمها لوكينج وبتعلق يعني الرجبة مش قادر أفرد للآخر أو مش قادر قاتني للآخر وأنا ماشي الرجبة بحس أنها تحركت ووقفت والمريض بيقول أنا بتكلبش في مكاني وبعد حرك رجلي لغاية لما أقدر أرجع تاني مجال الحرك ده من ضمن الأعراض اللي وارد أنها تحصل إن كانت واردة أكتر برضو مع قطع الغضروف وهما الاتنين بالمناسبة أوقات يبقوا مع بعض يبقى عندي قطع في رباط صليبي ومصاحب لي الغضروف وهنتكلم على ده لما نتكلم على قطع الغضروف الهلالي بتاع الرجبة لكن أوقات يحصل لوقينج رجله تعلق منه تمام لكن مفيش أعراض تاني يعني ممكن أن يشعر بيها المريض والألم يا دكتور بيبقى جديد قوي ولا ممكن الألم يبقى محتمل هو بيجي نوبة ألم جامدة لما الرجبة بتفلت منه يعني المريض ممكن يقول أنا مش حاسس أني عارف أطلع السلم كويس لأن طلع السلم بيحتاج أن الرجبة تبقى مسكة في نفسها وستيبل أنا بحرك رجلي في الهواء عشان أحطها على خطوة اللي بعدها المريض بيقول أنا مش مقامن لإني أطلع السلم أنا حاسس أني أنا بطلع السلم رجلي هتفلت مني أو هتحرقني أو هتديقني أو هقع فأنا خايف مش عارف أطلع السلم طب إيه يا دكتور طرق تشخيص الروباط الصليب يعني حاجتين أول حاجة وأهم حاجة الفحص لازم 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 الرجبة تتفحص بإيدنا علشان نعرف لأنه قطع الروباط الصليبي مش كتير بيجي لوحده يا نانسي يعني أوقات كتير قوي قطع الروباط الصليبي بيكون جزء من إصابة كبيرة حصلت وهو مثلا الشاب دوت بيلعب كورة عادة بتبقى رجله سبتة وواحد جاي بيجري عليه من الجنب وبيروح خابط الرجبة جامد من الجنب في الحالة دي ما بيبقاش قطع الروباط صليبي فقط بيبقى دايما بقى أوقات الغضروف متعور أوقات الروباط الداخلي أو الروباط الخارجي متعور معاه هدبان في الرانين آه لكن لازم الدكتور يقيم الرجبة بإيده لازم أشوف المريد رجبته ورمى لازم أشوف المريد بيتني ويفرد عنده رينج مجال حركة قد إيه لازم أشوف عنده إصابات أخرى لأنه بيدخل في قرار العلاج مهلا والمريد مثلا عنده قطع في الروباط الداخلي وعنده رباط صليبي وأنا بعمله العملية لازم هصلاح له الاتنين مش عادة أدخل العين كل شوية على العمليات عمله حاجة فهنعمله دوات وهنعمله دوات وانساش فأول حاجة الفحص الكويس على العين تاني حاجة طبعا لازم نعمل رانين مغناطيسي هنا الأشعة العادية ملهاش دور قوي ممكن نبدأ بيها عشان نستبعد أنه عندنا شرخ لأنه بتبقى إصابات عنيفة في أوقات تحصل معها كسور أو شروخ فبنستبعدها بأشعة عادية ولكن الأساس في تشخيص إصابات الرجبة في السن الصغير كقطع رباط صليبي أو غضروف هو أشعة الرانين المغناطيسي تمام اشتركوا في القناة